اهلا بكم بناتي وابنائي طلبة وطالبات الشهادة الادادية ابنائي وابنائي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته النهاردة بناتي وابنائي هنتجول بقى مع بعض في رياضيات التالتعدادي والنهاردة هنخصص لفرع الجبر وطبعا بناتي وابنائي احنا ان شاء الله هنخش الامتحان واحنا منطمنين نعرف ان في نوعين من الاسئلة في عندي اسئلة موضعية وعندي اسئلة مقال الاسئلة الموضعية هي طبعا اختيار من المتعدد او الاكمال وبعدين في عندك سؤالين مقال هتبتدي انت تحل ونحسبك بقى على خطوات الحل طبعا بناتي وابنائي انا مجهز لكم هنا شوية حاجات يعني منها من اسئلة المقال وعايز برضو الاول كده مع بعض كده نفتكر احنا الملهج بتاعنا ايه طبعا اول حاجة هو بيكلمنا عن الاحداثيات الدكارتية وزي ما قلنا طبعا لازم افرق بين التلات اقواص اللي احنا درسناهم يعني انا لما لاقي عندي قوس بالشكل ده مثلا احط هنا الف وبه وجيم دول طبعا كده تلات عناصر ويصح فيهم الادال يعني صح ان انا جيب به مكان الف ويصح ان انا جيب جيم بجيم يعني صح ان انا ابجل داخل هذه المجموعة وعدد عناصر هذه المجموعة اتنين طيب عندي قوس تاني احنا كنا درسناه السنة دي اللي هو هذا القوس كده اللي هو قوس الفترة وبيبقى فيه هنا مثلا اه اه تلاتة وسبعة عدد العناصر هنا عدد لا نهائي من العناصر ليه لانه انا لما بص على التلاتة هذي القوس او هذي تسمى فترة هي فترة تبدأ من اول التلاتة الى السبعة طيب عندي القوس التالت اللي هو لا بكلم فيه دلوقتي اللي هو القوس اللي عامل كده لما حط فيه اتنين وثلاتة ده اسمه زوج مرتب والزوج المرتب ده لو انا بشتغل به بيحدد لهو ده عنصر طبعا احنا اتفقنا دي كلها مجموعة مكونة من ثلاث عناصر هنا فترة يعني مجموعة عناصر عدد لا نهائي التي تقع بين التلاتة والسبعة والتلاتة والسبعة ايضا فهنا عدد لا نهائي من عناصر هنا ده عنصر لكن في الاخر دي مجموعة وده مجموعة طيب ابنائي وبناتي اما دام انا قلت على هذا الشكل بقولت عليها عنصر فهو زوج مرتب يعني انا لو برسم خط افقي وخط رأسي وانا عامل هنا هو التأسيمات بتاعتي واحد اتنين تلاتة وهنا سلب واحد سلب اتنين سلب تلاتة طبعا انا بعمل الاسهم وهمثل الزوج المرتب اللي موجود عندي ده زي ما انت تعودت واحد اتنين تلاتة وسلب واحد سلب اتنين سلب تلاتة وهكذا الزوج المرتب ده يعين بنقطة في الشبكة التربعية الديكارتية زي ما اتفقنا بامشي كده اتنين واطلع كده تلاتة وحط نقطة لذلك النقطة دي لو انا سمتي النقطة دي مثلا الف يبقى النقطة هلف لها الاحداثيات كام وكام اتنين وثلات اصبحت نقطة يبقى عنصر واقدر اقول لك هذا سميته زوج مرتب عشان كده انا اخدت ده سميته زوج مرتب مهم جدا حكاية زوج مرتب ليه بقى بيقول لي زوج مرتب ما ينفعش اقول عليه اتنين وثلاتة يعني لو قلتلك هل اتنين وثلاتة هي هي تلاتة واثنين اقول له لا الكلام ده غلط ده لا يوسوي يبقى عشان زوج مرتب يبقى الاول هو الاول والثاني هو الثاني على طول لذلك بناتي وابنائي لما اجي اخد سؤال فيه بقى الكلام ده يعني يجي يقول لي انت بتقول لي ان ده زوج مرتب يعني انا لو قلتلك مثلا تلاتة زائد سين واربع ده زوج مرتب بيساوي من احيات تانية خمسة وساط تقدر توجد لقيمة سين بكم وساط بكم اكمل بقى يا سلاة او اديلك اقولك اختار او اكمل بس اعملها لك كده نقط ونقط اه حاضر وهنا المسقط الافقي وهنا المسقط الرأسي فاقول له مدام الزوج MUرتب بيساوي الزوج المرتب لذلك люzin دول بيساوي بعض معنى كده ان المسقط الاول بيساوي المسقط الاول والمسقط التاني بيساوي المسقط التاني فاقول له تلاتة زائد سين بتساوي خمسة يعني هكتب تلاتة زائد سين يساوي خمسة وجيب تلاتة باشارة مخالفة الناحية التانية زي ما تعود فاتقوم سين تطلع لي باثنين اقوم اجري بسرعة اقول له سين هنا باثنين وفي الزوج المرتب كمان احطها باثنين يا سلام طب امال صاد قلمه الزوج المرتب هنا المسقط الرأسي يسوي المسقط الرأسي هنا فتبقى صاد تساوي اربعة فهقول له الزوج المرتب اللي انت عايزه هو بيساوي اتنين واربعة شفتوا بناتي وابناي اول حاجة احنا اتكلمنا فيه هو الزوج المرتب طيب بيجيلي طبعا هذا كان اختيار المتعد طيب انا برضو عندي مجموعة من الاسئلة في الاختيار المتعد يعني انا مثلا هكلمك عن الموضوع بتاعنا كله احنا قلنا الدرب الديكارتي وقلنا ازاي هقدر اطلع واحكم واجيب علاقات اخذ علاقة كده وطلعها وبعدين اقدر اشوف العلاقة دي دلة ولا مش دلة وبعدين اخش في الدلة بتاعتي واعرف في دلة خطية ودلجة من الدرجة الاولى ودلجة من الدرجة التانية اللي هي بتديني شكل القطع اللي اما بصص لفوق اما بصص لتحت شفتوا كده تبقى اول جزء بعد كده دخلنا على النسب وقلنا معنى كلمة النسبة عشان تفتكر كده النسبة يجي لي بقى السؤال يقول لي اكمال صح وغلط اختيار متعدد النسبة دي معنى كلمة نسبة هي مقارنة بين كميتين من نفس النوع بين كميتين من نفس النوع خلي بالك من نفس النوع او اقول له بين عددين حقيقيين مجابين واكلم عن العدد المجاب او اقول له بقى دي كانت النسبة فهقول لك اتنين الى تلاتة دي نسبة او ممكن اكتبها اتنين على تلاتة ومالو دي نسبة طيب اما بعد كده اخدنا التناسب انا طبعا بقول كده كل التعريف كده في الاول عشان كل بناتي وابناء يبقوا عارفين احنا بنقول ايه التناسب زي ما بقولك اتنين على تلاتة بيساوي اربعة على ستة بيساوي ثمانية على 12 انا عملت ايه او ضربت هنا فاربعة وهنا فاربعة هيك وهنا فاتنين وهنا فاتنين هيك اصبح دي تساوي اه نسبتين او اكثر يا سلام تساوي نسبتين او اكثر يعني اقوله كده التناسب هو تساوي نسبتين او اكثر يا سلام كده انا اقدر اجاوب على كل الاسئلة الموضعية اللي ترد في هذا الكلام بتاع النسبة وبتاع التناسب طيب تعالوا بقى بناتي وابنائي نشوف شكل برضو ممكن اه اه مش كلام بقى يخش يشتغل بالرياضيات فيقولوا اه ده انا عندي مسألة وانت عايزك تحلها كده تعالوا نشوف كده لو انا بقول الاسئلة الموضعية تبدأ بالاسئلة الموضعية الاختيار من المتعدد او اختيار الاجابة الصحيحة من متعدد او الاختمال تعالوا نشوف كده نوع من انواع الاسئلة الموضعية ممكن نقوللي بص كده بيقوللي تخير الاجابة الصحيحة تعالوا بقى نشوف كده بيقوللي ايه تخير الاجابة الصحيحة يا سلام هنا بيقوللي alf على b تساوي 3 على 5 تمام فان alf على alf زائد b تساوي كام هل تساوي 3 على 7 ولا تسوي 3 على 8 ولا 3 على 11 ولا 3 على 5 هم الديني أربع إجابات عايز يشوف أني إجابة تبقى إكمالاً لهذه العبارة صحيحة رياضية فأقول له حاضر إحنا تعودنا أن بقى أسمي ألف على بيه بقول ده مقدم وده تالي بيسوي مقدم وهنا تالي يا سلام طيب تعال نشوف المطلوب هنا شكله إيه يبقى أنا فهمت المعطيات أهو أنه ألف على بيه تسوي 3 على 5 فإن ألف على ألف زائد بيه الله إيه علاقة المطلوب بالمعطيات قال للعلاقة أنه واخد ألف مقدمة هو إنما تحت عامل إيه ألف زائد بيه اللي هو مقدم الله زائد تالي يعني كأنه بيقول لي كده اعرف المسألة اللي أنا أحل بيها دلوقت أنا قلتلك أنه ألف على بيه تسوي 3 على 5 هذا المعطى 3 على 5 طيب الصورة ده المعطى طيب المطلوب منه إيه؟ هو عايز يقول له إنه ألف زائد بيه تحت وفوق ألف بيسوي كام أنا طبعا بناتي وأبنائي عايزك تشوف كده أهو طيب أدي المعطى وأدي المطلوب قلت له شكل المطلوب هنا عبارة عن إيه؟ عبارة ده مقدم وده تالي كلام جميل أهو مقدم وده تالي طيب المقدم هنا ألف وهنا مقدم زائد تالي فكأن الشكل ده في دماغي بقى بقول له بأنت عامل مقدم على تالي زائد مقدم الله أو مقدم على مقدم زائد تالي طيب أقدر أعمل إيه؟ أقول له ما هو ده مقدم وده تالي ده مقدم وده تالي طيب المقدم هنا بكام؟ بثلاثة أكتب ثلاثة طيب والتالي بخمسة قال لي تم وطحت إيه؟ التالي زائد المقدم أو المقدم زائد التالي يبقى ثلاثة زائد خمسة فكتب هنا ثلاثة زائد خمسة يبقى النتج يساوي طبعاً نعمل هنا عشان تبان يساوي ثلاثة على تمانية يا سلام تعالوا بقى نشوف السؤال ونشوف إحنا جاوبنا على إزاي وإحنا منطمنين دلوقتي إلى الإجابة الصحيحة خلي بالك في المسائل التناسب ومسائل النسبة في قوانين اللي أنا موجود في النسبة المعطى اللي أنا باخدها هي اللي أنا بشتق منها واشتغل منها في المطلوب يبقى المطلوب بشوف زورته إيه؟ وإيه علاقته بالمعطيات؟ وشكل كده المطلوب ووضبه عشان أستفيد منها في المعطيات زي ما عملنا هنا كده تعالوا نشوف كده هختار الإجابة عنهين أما قال لي ألف على ب يساوي ثلاثة على خمسة فإن ألف على ألف زائد ب وأنا قلت دي تلعت بتمانية وتلعت بتلات يبقى ناتج ساوي ثلاثة على ثمانية يا السلام أدي مقدم على مقدم زائد تالي يعني ساوي ثلاثة على ثلاثة زائد خمسة يعني ساوي ثلاثة على ثمانية طب يا مستر أنا لازم أكتب الكلام ده كله في الأسئلة الموضوعية ما تكتبش ممكن تعمل هامش جميل جداً كده على جم ومن الهامش تطلع النتيجة عشان تبقى متطمن في الحل بتاعك كمان بمجرد النظر للمقدم والتالي خلاص بقى ما أنا فاهمها واشتعلت فيها كتير هقدر أطلع النتيجة طب تعالي نشوف كده لو أنا هديك سؤال آخر من الأسئلة الموضوعية هو بيقول لي تلاتة تلاتة نسب اهو بيقول لي سين إلى صوت العين في كل من ما يأتي اذا كان سين على صوت ثلاثة على خمس يا السلام هنشوف كده المسألة دي بيقول لي سين على صوت يساوي تلاتة على خمسة وصاد على عين يساوي أربعة على سامعة هو عايز عايز يوجد سين إلى صاد إلى عين اوعى تنسى الشكل ده احنا خدناها حتى في ستة بتدقي يعني الشكل بتاعي النسب كده تلاتة النسبة تلاتة إلى صاد إلى عين ده كلام جميل وخدناها في تلتة بتدقي طيب أما أقول له أحط التلاتة تحت السين هل معنى كده أن السين بتساوي تلاتة لا ده نسبة سين إلى صاد تلاتة إلى خمسة كأنها مثلا تلاتة سين إلى خمسة سين يعني تلات كرات تلات أكوام تلات دولارات تلات جنيهات المهم أنه النسبة هنا تلاتة إلى خمسة زي النسبة صاد إلى عين أربعة إلى سبعة طبعا عمل إيه قال لي هكتب سين إلى صاد إلى عين اكتبه أهو سين إلى صاد إلى عين تعال بقى سين أهو نسبتها تلاتة يا سلام طيب وصد اهو نسبتها خمسة الله طيب انا بقى التانية بيقول لي صد على عين بيساوي اربعة الى سبعة كأن صد دي كمان تعاملت مع عين يعني في نسبة بينهم اللي هي كم الى كم اللي هي اربعة الى سبعة اقول له حاضر في السطر التاني بقى اقول له في المرة التانية انت قلت لي ان النسبة كانت اربعة الى سبعة يا سلام شفت كده طيب وبعدين اقول له تلاتة في اربعة على خمسة اكتبها مكان سين وخمسة في سبعة على اربعة اكتبها مكان عين واقدر اطلع كده النسب تلاتة الى خمسة او سين الى سواد العين شفت ازاي اهو ادي النسبة انا كتبتها هي ويلا بقى ادي تلاتة في اربعة باتناشر هي اربعة في خمسة بعشرين هي وخمسة في سبعة بخمسة وثلاثين هي وكأن النسبة اتناشر الى عشرين الى خمسة وثلاثين يبقى انا اطلب تلاتة في اربعة باتناشر اربعة في خمسة بعشرين خمسة في سبعة وخمسة وثلاثين قاد النسبة اتناشر الى عشرين الى خمسة وثلاثين وكان هذا المطلوب ممكن يجي لي هذا السؤال مش بصورة اسئلة موضعية ممكن يجي لي بصيغة مقال يعني يسألني فيه ايه طيب تعالوا برضو نتحرك انا طبعا مش عايز انا بفوت كده وبعدي باخد وردة كده وشمع وروح اشوف طفحية كده جميلة كلها انا داخل في البستانب كده فتعالوا نخش خدنا النسبة خدنا التناسب تي عندي تناسب يا اما تردي يا اما عكسي انا خدنا نوعين من التناسب يا تناسب تردي يا تناسب عكسي طيب ايه هو التناسب التردي وهو التناسب العكسي بقول لك كده لو انا بقول لك ان سين تساوي اتنين صاد سين تساوي اتنين صاد معنى كده ان سين على صاد يساوي مقدار سابت اللي هو الاتنين الاتنين ده أنا بسميه مقدار سابت سين على صاد يبقى هذا التناسب أقول عليه تناسب ترضي يا سلام يبقى حتى أنا ممكن كنت أكتب لك دي أقول لك سين تتناسب ترضياً مع صاد ولما أقول لك سين في صاد تساوي 5 يبقى أنا هضربهم في بعض ويداني مقدار سابت أهو مقدار سابت يبقى هذا التناسب هو تناسب عكسي وممكن يديني التناسب ترضي أو عكسي بشكل مرسوم فيقول لي ويديني مجموعة من الحاجات في الاختيارة وقول لي هل هذا التناسب ترضي ولا لا طيب تعالوا نشوف كده الأسئلة ونشوف إحنا ممكن نستفيد بالكلام ده إزاي سؤالة يعني نشوفه كده بيقول لي بيقول لي تخير الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة تعالوا نشوف كده السؤال تخير الإجابة الصحيحة بيقول لي العلاقة ما هو طبعاً السؤال كان تخير الإجابة الصحيحة فالعلاقة التي تمثل تغيراً عكسياً خلي بالك تغيراً عكسياً حصل ضربهم مش اسمتهم بين السين وصاد هي هل صاد تساوي سين على ثلاثة؟ قلت له كده صاد تساوي اثنين سين على ثلاثة؟ انت مش هتعمل كده بقى كل مرة لكن انت هتبتدي بقى تاخد السؤال وتشغله في ذهنك ادي سين او سات بتساوي 3 اهو هقوله سات اهي بتساوي سين على 3 طب ما هو ده برضه معناه ان سات على سين بيساوي 3 مقدر تسابت لو سامت اين على سين وين على سين لو سين لا تساوي 0 بقدر اقوله سين على سات ساوي 3 يعني معنى او سات على سين تساوي 3 معنى كده ان فيه بسط ومقام ما بقاش حصل ضربوهم يبقى ده تردي طب هو عايز تردي لا عايز عكسي طب المرة تانية بيقوله سين بيساوي 2 سات احنا لسا يلين بس كات سات بتساوي 2 سين اقوله معنى كده ان سين على سات تساوي 2 برضه ده تردي اسمتهم يساوي تردي شفت كده بعد كده بيقوله سين على سات تساوي 5 الله يعني برضه سوموا ده تردي جاهز اهو ما عملش فيه حاجة اما بقى اخر واحدة بيقوله سين في سات تساوي 5 اه كده بقى اقول عليه ده تناسب عكسي يبقى اقدر دلوقتي وانا مرتاح اقوم باصص على السؤال واقوله يبقى العلاقة اللي حدا كده تهالي دلوقتي اقوله كده يبقى العلاقة لات تمثل تغيرا عكسيا هو نشوف كده طبعا لا تلعت الف ولا به ولا جيم طب تعالوا نشوف كده تلعت ايه اهو سات بيساوي سين على 3 وسين بتساوي 2 سات وسين سات بتساوي 5 وسين على سات تساوي 7 تعالوا بقى نشوف كده على الداتا نشوف يلا سين في سات تساوي 5 يبقى الاجابة الصحيحة ان انا بقول ايه سين سات تساوي 5 زي ما طلعتها هنا هقوم انا مجاوبها له واقول له سين على سات تساوي 5 ايه الاجابة الصحيحة طيب جيت الاجابة الصحيحة وعرفت اختار من متعدد خلي بالك الاختيار من متعدد بقى اه ممكن اه ديني اربع اجابات ومن الاربع اجابات دول الاقي واحدة فيهم صح طبعا بقى غلط بس عشان ما تتعبش نفسك كتير هو فيه اتنين مستحل تبقى الاجابة صح حاليا يعني انما فيه بقع بقى بين يقول له يا رب هي دي ولا دي هي دي المشكلة دي اللي محتاجة انك تبص فيها طيب ممكن يديني بقى على نفس الموضوع بس يده قولي سؤال موضوعي يعني سؤال مقال يعني ايه مقال يعني هديك وانت تحل تعال نشوف كده ونشوف سؤال مقال على نفس الموضوع نشوف كده بيقول ايه بيقول لي من بيانات الجدول التالي يوم يديني جدول وبيقول لي متغير سين ومتغير صات فلما كانت سين ب3 صات كانت ب12 لما كانت سين ب4 صات كانت ب16 لما كانت سين ب1 صات كانت ب4 طيب شفت كده اهو دول كانهم سلاسة ازواج مرتبة فبيقول لي بيّن نوع التغير من حيث كونه طردي أو عكسي عايزين شوفوا إذا كان طردي ولا عكسي ووجد ثابت التناسب عايزين التناسب بثابت بتاعه بيسوي كام وبعدين اوجد قيمة صاد عندما سين تساوي اتنين حاضر أقول له إيه أنا عايزة أشوفه الأول هو طردي ولا عكسي قلت له بص تعالى كده لو ضربت ثلاثة أنا عايزة أشوفه أشوف كده عكسي عكسي يعني ضربهم في بعض طب ثلاثة في اتنشر بستة وتلاتين طب اربعة في ستاشر باربعة وستين يا نهى ربيد يعني دي مش دي خالص خلاص يبقىه مش عكسي هل بقى مش عكسي يبقى طردي قلت له لأ هشوف اقسمهم على بعض يا تقسم صاد على سينة تقسم سينة على صاد طب لو قسمت صاد على سينة يبقى اتنشر تلاتة فيها الأربعة ستاشر على الأربعة فيها الأربعة أربعة لوحد فيها الأربعة الله ده أم ما لا أقول أربعة 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 يعني سابت يا خبى ربيد يبقى الجدول ده بيعبر عن تغير طردي اشوف سابت التناسب سابت التناسب بيجي عبارة عن ايه سينة على صادس هو مدار سابت تلاتة على اتناشر واربعة على ستاشر واحد على اربعة يعني انا اقدر اقوله انا بعد ما عرفت انه هو متغير طبعا وبالما نشوف كده اه تعالوا نشوف هنا كده لو احنا قلنا ادي تلاتة احنا قلنا تلاتة على اتناشر طبعا لو انا هاختصر يبقى واحد على اربعة حتى على التلاتة على التلاتة برضو هنا لو انا هشوف اهو تلاتة على اتناشر بسيطة واحد على اربعة والتاني كان اربعة على ستاشر يا سلاح طب اختصر على اربعة فيها الواحد على اربعة فيها الاربعة يبقى واحد على اربعة اهو واحد على اربعة ده خلاص في ابسط صورة يبقى واضح ان السابت بيساوي كام واحد على اربعة وابقى جاءت السؤال الاول اللي بيقول لي انه سين على صد بيساوي مقدار ثابت وعلى ذلك يبقى النتج بتاعي تلع فهقول له هي تردي التناسب تناسب تردي عكسي وليس تردي فهقول كده اه ادي التناسب تردي لانه انا اسمته طب بيقول لي نوع التناسب بقى النوع بتاع التناسب سين على صد تساوي تلاتة على اتناشر يعني واحد على اربعة يعني معنى كده ان سين على صد مديني مقدار سابت اللي هو مثلا لا فيبقى تاردي تعال نشوف بقى احنا حلين بقى ازاي هنا بقولك سين على صد بيساوي 3 على 9 جميل وبعدين 4 على 16 بيساوي 4 على 16 بيساوي 1 على 4 معنى كده هدي 1 على 4 نشوف كده على اللام 1 على 4 طيب ادي بقى دلوقتي انا هططتلك التلاتة جنب بعض يبقى معنى كده قلت عليه مقدار سابت يبقى سين على صد بيساوي 1 على 4 فهقوله ان هذا التغير هو تغير تاردي طب اوجدت سابت تناسب من الالاقة التاردية اللي بيساوي ربع طب بعد كده بيقول لي ما هو انت لما اوجدت سابت التناسب مين بتاعك اللي انت طلقته من شوية بربع هو يبقى اصبح دلوقتي انا اوجدت هو سابت تناسب عشان اجابت على السؤال الاول بعد كده بيقول لي طيب ماشي لما سين انا اوجدت سابت التناسب اللي انا اوجدته اللي هو واحد على ربع قال لي طيب لما سين بواحد كانت سات باربع معنى كده انت سين على سات بتساوي مين يعني معنى كده السابت هو ربع قال لي طيب لما كانت سين باتنين سات تطلع بكام قلت له هكتب بقى المعادلة اللي انا وصلت لها او العلاقة اللي انا وصلت لها العلاقة اللي انا وصلت لها ان سين على سات تساوي ربع مدام سين على صاد تساوي ربع يبقى انا اقدر دلوقتي اشيل قيمة سين وحط مكانها اتنين واشيل صاد واخلي صاد بقى ما هي صاد اللي انا عايزها يبقى اقوله اتنين على صاد بتساوي ربع اضرب طرفين فوسطين فمنها صاد تساوي اتنين فاربعة يعني هتساوي تمانية خلي بالك استفدتنا بالمعادلة بتاعتي او العلاقة بتاعتي لما ادهالي بقى احنا قلنا طبعا التناسب التردي التناسب العكسي بنستخدمه في الحياة كتير وزي ما قلنا بقدر ارصد بي حركة سفينة حركة طيارة حركة صاروخ من خلال استخدامنا انا هقوله طبعا التناسب القنبلة او السفينة دي او الطيارة دي ماشية بسرعة سابتة وفي اتجاه واحد فعمل خط المستقيم حتى لما ممثلوا على خط المستقيم ما قدر اقولك الطيارة بعد ساعة هتبقى هنا بعد ساعتين هتبقى هنا بعد ثلاث ساعتين هتبقى هنا وده مرسوم على المحاول الدكارتية على الخريطة اللي قدام الملاح اللي بيمشي الطيارة فيقوله احنا هنا دلوقتي احنا هنا دلوقتي احنا هنا دلوقتي طبعا في علاقة بين في الحركة كده بين المسافة وبين الزمن طيب لو انا رسمتلك بقى في الرسم وقلتلك حدد ما اذا كانت هذه العلاقة ترضية او عكسية او ترضية او لا طبعا انا عكسية انا بعرفها وترضية بعرفها طب انا هتديك علاقة وقولك هل دي علاقة ترضية او لا قابل ما اقول بناتي وابنائي لازم نفتكر حاجة مهمة جدا لو انا رسمت العلاقة الترضية بتاعتي اي علاقة ورسمتها على المحاور لازم تمر بخط مستقيم لازم تمر بنقطة الاصل او خط مستقيم ايه لازم تمر بنقطة الاصل سفر فهقولك ايه لو اه اه مثلا اه اه سين اه على صاد بتساوي 3 جميل اوي يعني السين بتساوي 3 صاد ما هيدي علاقة سين بتساوي 3 صاد فهعمل جدو سهل قوي اقوله لما صاد بواحد سين بتلاتة اه بعد كده اخدها لو صاد بصفر يبقى سين بصفر شفت بقى مهمة جدا الحتة دي لو صاد بسالب واحد يبقى سين بسالب 3 يبقى انا بصيت كده على الحتة دي مهمة جدا ان اي علاقة اه ترضية لما رسمها لازم تمر بنقطة الاصل خلاص اتفقنا اوعى تنسى تعال بقى اديك السؤال وتقول لي بعد ما خدت المعلومة دي تقدر تختار لي وتقول لي 3 ا4 رسومات كده وهقولك ايه ما يعبر عن تغير طرد تعال نشوف اهو يقول لي تخير الاجابة الصحيحة من بين الاجابات المعطاة وبعدين بيقول الشكل البياني الذي يمثله التغير الطردية بين سين وصاد هو هل الشكل الاول ولا الشكل بيه ولا الشكل جيم ولا الشكل دي طبعا كلنا نعرف انه اي علاقة واي معادلة من الدرجة الاولى لما اجا ارسمها وعملها دالة كده وارسمها تديني خط مستقيم يبقى دي صحيح علاقة خطية لكن هذه العلاقة ليست دالة ليست اه 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 طردية ليه قال لي لانها ممرتش بيه نقطة الاصل طيب دي قلت له ما هي نفس الموضوع ده ده عبارة عن مستقيم يوازي محور السنات فيبقى المعادلة بتاعته عبارة عن صد تساوي الف والف دي حسب النقطة اللي بيمر بيها المستقيم او يقطع مع محور الصدات طيب هنا هو قال لي لأ ده دي بتوازي محور الصدات يعني ما ممرتش بنقطة 0 و 0 ما ممرتش بنقطة 0 و 0 طيب هذي اه قلت له اه دي مرت بنقطة 0 و 0 تبقى هذه العلاقة هي علاقة ترضية وتبقى هذه هي الاجابة الصحيحة لانها مرت بنقطة الاصل بتاعتي اللي هي 0 و 0 طيب عرفنا العلاقة وعرفنا الدل وعرفنا العلاقة ترضية والعلاقة العكسية عايزين نخرج بقى سوية من الموضوع ونكمل برضو في اسئلة الاختيار المتعدد بس في فرع الاحصى التاعي لما ما يجيلي سؤال كده برضو في الاختيار المتعدد فيقول له تخير الاجابة الصحيحة من بين الاجابات المواطنة القيمة الاكثر تكرارا في مجموعة القيم مجموعة من القيم هي هل هي الوسط العسابي ولا الوسيط ولا المنوال ولا المدى عشان افتكر لازم بناتي وابنائي نفتكر شوية الحاجات بقى اللي احنا درسناهم في اولة وتانية وسطة وهكذا يعني الحاجات دي كلها اولا احنا قلنا عندي اول حاجة مقاييس النزعة المركزية مقاييس النزعة المركزية يعني ايه مقاييس النزعة المركزية انه القيم بتاعت المتوسطات اللي بتطلع في اي حاجة كده بتطلع كلها متقربة من بعض وكأنها في مركز المجموعة وانتوا طبعا عارفين يعني ايه مركز المجموعة مش كده اقول ايه طيب لما جينا نقول على مقاييس النزعة المركزية قلنا هي الوسط الحسابي والوسيط والمنوال وقلنا الوسط الحسابي هو مجموعة القيمة لعددها وقلنا المنوال هو القيمة الاكثر شيوعا او تكرارا في المجموعة وقلنا الوسيط هي القيمة التي تتوسط المجموعة بعد ترتبها طبعا عشان نفتكر الكلام ده بسرعة تعالوا ناخد مثال كده سريع لو انا بقولك مثلا اه اربعة وسبعة وخمسة وستة ومسلا وتماني واحد اتنين تلاتة اربعة خمس خمس قيم هو عايز منها المنوال وعايز الوسط الحسابي وعايز الوسيط يا سلام اهو عايز من دول اقول له حاضر اول حاجة المنوال قلنا المنوال هو القيمة الاكثر شيوعا طب هنا فيه حاجة تكرارت اكتر من مرة اربعة سبعة خمس ستة مفيش حاجة تكرارت يبقى لا يوجد منوال يبقى الاجابة الاولانية بتاعت المنوال لا يوجد منوال طيب الوسط الحسابي قلت الوسط الحسابي الوسط الحسابي قلت هو مجموع القيم على عددها وانا كتبت كلمة مجي كده عشان اختصار لما جمعهم سبعة وثمانية خمستاشر عشرين تلاتين يبقى تلاتين على خمسة يعني هيساوي ستة يا السلام كأنه هو الستة ده يبقى الوسط الحسابي بيساوي ستة طب الوسيط يقول لا الوسيط لازم ارتب فيبقى اربعة يجي وراءها خمسة يجي وراءها ستة يجي وراءها سبعة يجي وراءها تمانية يبقى لازم ارتب اربعة خمسة ست سبعة تمانية طيب عدد القيم كام خمسة طيب بجمع عليها واحد وقسم على اتنين يديني تلاتة يبقى هو التالت يبقى الوسيط هو التالت يبقى الوسيط ترتيبه يا سلام ايه ده اه ترتيبه التالت هو التالت بعد الترتيب كده هو تصعوديا او تنازليا هو الترتيب بتاعنا التالت هالالتالت ده هو الوسيط قلت له لا الوسيط تلاع كان بقى مين التالت ده التالت هو ست يا سلام شفت الستة في الوسيط شفتها في الوسط الحسابي وملقتش منوال لهذه القيم لانه لا يوجد تكرار وعلى ذلك دول اسمهم التلاتة كده مقاييس النزعة المركزية تمام طيب يبقى اقدر اجابه على السؤال دلوقتي تمام اقدر اجابه لانه بيقول لي ايه القيمة الاكثر تكرارا في مجموعة من القيم هي تعال بقى وجاوبه وقول لي هو ده يا ستة تعال نشوف كده اهو القيمة الاكثر تكرارا مجموعة او اكثر تكرارا في مجموعة من القيم هي الوسيط حسابي ولا الوسيط ولا المدى ولا المنوال عرفنا الوسيط حسابي وعرفنا الوسيط وعرفنا المنوال فطبعا احنا هنقول الاكثر تكرارا هو المنوال وتكون هي دي الاجابة الصحيحة طيب طبعا شفنا اهو احنا قلنا طبعا القيمة الاكثر هي المنوال وتعالى بقى نخش شوية في الاحصى بتاعتنا بقى بتاعة سنة تالتة اللي بيقول لي من المصادر الثانوية لجمع البيانات هل المقابلة الشخصية ولا وسائل الاعلام ولا الاستبيانات ولا استطلاع الرأي هنا بقى بيقول لي بيانات وبيقول لي مصادر الثانوية الا يعني في منصادر تانية او طلقا اوعى تنسى ان الاحصى هو علم يبحث ظاهرة معينة عن طريق جمع البيانات وعرضها في صورة سهلة وبسيطة يسهل الاستفادة منها عايز ابني مدرسة في مكان معين فانزل يا اما جيب الداتا من الجهاز بتاعنا اللي هو الجهاز المركزي للتعبية والاحصاء وحط قدامي واشوف المنطقة اللي فيها اكتر عدد من ولدنا اللي في سن المدرسة الاعدادية فعمل له مدرسة الاعدادية في هذه المنطقة مش كده ولا ايه هكذا يكون اتخاذ القرار يبقى بجمع بيانات وعرضها في صورة سهلة فبحط له لمتخزي القرار اللي هيبتدي يقرر هنبني مدرسة ولا لا بحط له البيانات قصاد فبقول له المنطقة الفلانية فيها خمسمائة ولد في نفس السن المنطقة الفلانية فيها عشرين المنطقة الفلانية فيها سبعين يقدر يختار بعد الوقتي اكتر مكان ويقدر يبني القرار بتاعه على بيانات موجودة ده كلام جميل فيبقى مصادر البيانات اللي هتجيله بقى دي تيجيله منين قطلوا فيه طريقتين يئما المصادر الاولية يئما المصادر الثانوية المصادر الاولية هي مصادر ميدانية يعني ايه ميدانية بقى انزل أنا جيبها بنفسي لا 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 والسعب انا هنزل بنفسي اجيب البيانات دي عشان ااخد القرار الصحيح او ابعد الناس اللي شغالين معايا يعملوا ينزلوا جيبوا بيانات واشتغل عليها طبعا مصادر الاولية صعب الحصول عليها لانها مكلفة كتير وفيها عايزة بقى ناس كتير وعايزة مصاريف كتير وعايزة وانا قدر استغنى عنها بالمصادر السنوية اللي هي مصادر تاريخية يعني متشالة عندي قبل كده طبعا نعرف منين قلت له في الموليد الصحة اللي بيتولد بيروح يسجل الموليد بتاعته فنقدر نعرف ان الولد اصبح عنده دلوقتي كذا سنة يبقى ديه بالمصادر السنوية بقول اعلانها مصادر سنوية او تاريخية او اقدر اجيب من وسائل الاعلام انتو روحت ويجي بقى ينزل الموزيع ويسأل هنا وبتاع والناس بتساصروا خينا مش بتشوفوا الكلام ده ده هنا مفيش مدرسة اعدادي والمسادر الاعدادي على بعد مش عارف ايه والمسألة كذا وبتاع دي مصادر الاعلام الاعلام مهم جدا لان الاعلام بيحط زبط كده وينور الاماكن اللي محتاجة ان انا ابص عليها احيانا انا مقدرش ااخد بالي من كل حاجة محدش كامل يعني فيجي بقى الاعلام يحمل لي حاجة معينة اهديم المصادر الثانوية لمنتخزي الخرار مش كده اقول له ايه ايضا اقول له هعمل مقابلة شخصية لا قلت له مقابلة شخصية بقى انت هتنزل تجيبها بنفسك شفت بقى يبقى الحاجات دي استطلعات الرأي اللي متشالها قبل كده الاسبيانات اللي متشالها قبل كده كلها تاريخية لكن من المصادر الثانوية اللي موجودة عندي تمام اللي هي وسائل الاعلام اللي انا بعتمد عليها في مصادر الاتخاذ القرار طب نشوف كده ايضا بيقول اتخاذ الاجابة الصحيحة من بين الاجابات ده السين يسوي سبعة يمثلها خط مستقيم صح والغلط صح لانه مهما تتغير قيمة سين فان ده السين تظل سبعة فقدر اقول له حرس المستقيم يمر بالنقطة سين بسفر يا سلام لما انت فاكر لما قلت لك هحط نقطة عند ست و سبعة واخد مستقيم يوزي محور السينات فاكر لما قلنا اه ده لسه عملنا دلوقت فاقول له اه لأ صح ده كده يوزي محور السينات ده كلام جميل السينات طيب تعالا نشوف كده بيقول لي ايضا طبعا اللي احنا شار فيه بعد عشان نخش في موضوعنا كده يقول لي برضو كمان من اهم مقاييس التشتت التشتت قبل ما نخش على السؤال تعالوا نقرأ يقول لي الوصح حسابي ولا الوسيط اللي احنا رسا عالين عليهم دول من مقاييس النزع المركزية لكن هنا بقى بيقول لي كمان ايه الحراف المعياري والمنوال يا اخا براب يد قلت له الوصح حسابي والوسيط والمنوال دي كلها مقاييس نزع مركزية مش مقاييس تشتت قمال مين قلت له الحراف المعياري قال لي لي قلت له وبص بعد ما احنا بعدها بنجيب متوسطات بنجي نقول ايه المتوسطات دي مش صدقة اه لازم بقى فيه حوار انت نزلت وعملت متوسطات مش صدقة ليه يا سيدي قال لي انت بتبص للمتوسط فيه واحد فقير اوي 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 واحد غني جدا 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 لازم دايب تختل حسابات طب بنعمل ايه قال لي لأ تقيس بقى حاجة زيادة كده اللي هي ايه قال لي مقاييس التشتت اللي هي بتقيس انحراف القيم عن وسطها الحسابي يا سلام اه يعني انحراف القيم عن متوسطاتها دي انا بسميها مقاييس تشتت هي مش تقد ايه فاجأ اقول له والله اصل الانحرافات عن المتوسط في المنطقة دي مش كبير اوي ده المنطقة دي كلها متجنسة زي بعضها او متقربة من بعضها في المستوى المعيشي فما تقلقش فهقول له لان انا عملت مقياس اسمه مقاييس التشتت يبقى انا عندي حتين في المقاييس التشتت المدى والانحراف المعياري زي ما بنقول المدى كما عرفناه انه الفرق بين اكبر قيمة واقل قيمة في مجموعة البيانات المواطنة يعني انا لو انا مسكت المسألة بتاعة الاحصى اللي انا اشتغلت والله اهي لسه موجودة قدامي بيقول لي كده هو ادي اربعة سبعة خمسة ستة تماني اللي احنا كنا شغالين عليه ومجب نوص حسابي والوسيط والمنوية اما بص كده على القيم دي قلت له تقدر تحسب لي المدى اللي موجودة هنا قلت له اه اقل قيمة هي اللي اربعة واقبل قيمة هي التماني تمانية ما شير من اربعة دين اربعة يبقى المدى بتاع المجموعة دي اربعة يعني ايه يعني امرك فرق بين اقل قيمة واقبل قيمة هو اربعة طيب هو ده كبير قلت له لا ده كويس تمشي انما بقى لو انا جبت اه اه شوية بيانات روحت كده في منطقة وجبت شوية بيانات زي ما قلت ولقيت ايه اه بتقبط كم يا سيدي انا بقبط خمسين جنيه في اليوم مثلا وانت كم قال لي بقبط خمستاشر وانت ستين وانت خمسة وخمسين طيب كفاية كده سألت للاربعة دول فبصت لقيت ايه اكبر قيمة هي الستين واقل قيمة هي الخمستاشر الفرق واسع جدا وشاسع بين هنا وبين هنا فاقدر اقول له ان هنا المدى كبير المدى كبير لكن في المسألة اللي انا اشغال عليها دلوقتي المدى صغير يبقى انا اقدر احكم على انحرافات القيم عن بعضها باستخدام ايه باستخدام مقياس من مقياس تشتب وهو المدى طيب المدى لما اه بص كده على الانحراف لاقي المدى هنا كبير اوي ما بيحكمش بصد على الفرق اللي بينه بين البيانات يعني تخيل كده لو احنا اخدنا الراجل ده ونقلناه في حتة تانية او الراجل ده زودنا داخله شوية تتعدل العملية تتزيبت يبقى قريبين من بعض يا عم تديله 45 جنيه يعني زود 30 جنيه زي ما عمله حده ادنى للاجور وحده اعلى وبتاع عشان تبقى اه محدش تحت ال 15 بقى من فعليه شوية فبقى 40 هنا اصبح المدى قريب ليه اقل قيمة كام 45 واقبل قيمة كام 60 فيبقى الناتج 15 اه دي قريبة جدا انما لازال الراجل بيقبط 15 فقلت له يبقى المدى ده مقياس مش جميل اوي لانه ما بيعينش يعني ما قدرش اقول ان كل واحد في المجموعة ممكن الاقيه كتير ده هو واحد فبقى سميها قيمة متطرفة يبقى القيمة دي هي قيمة متطرفة صغير اوي طيب اه اه لو انا جيت عملت قيمة تانية يعني سألت ولاد بتاخد مصروف كم قال لي خمس وانت سبع وانت ست وانت اربع ونص وانت قال لي خمسين جنيه تقول لا لا ده عمل لي مشكلة يبقى دي اسمه دي مقاييس او بقول عليها بيانات متطرفة متطرفة كبيرة فاقدر اشيلها وهاتي عمل مدى دول الناس اللي على قدينا بقى دول يبقى هم دول لنا بحكم عليهم على ان انا بقيس مجتمع ما او بشوف فكرو اللي موجود تقدر تجاوب لي على السؤال تعال بقى كده قول لي اهم المقاييس التشتت هو يطر الوصح حسابي ولا الوسيط ولا المنوال اعتقد انك بسرعة كده هتقول لي لا ده هو الانحراف المعيالي لانه احد ما يخيص تشتت والتاني هو المادة طيب تعال نشوف الجدول اللي قات زي ما احنا خدناها دي وقلنا عليه اه يعني احنا خدنا المسألة دي اللي احنا طلعنا فيها الطرد والعكس طيب هنا هنا بيقول لي حدد الربع اللي بتقع فيه اللي بتقع فيه النقطة دي سين ناقص اربعة واتنين ناقص سين يا خبر ابيضي يعني السين دي هنا موجودة عايز لحق النقطة او اللي بتحدد فيها الربع تقع هي تقع في الربع الرابع قلت له مادم تقع في الربع الرابع تعال بقى عشان انت تجاوب لي الواحدة نعرف انا عندي لما دي كانت قسم الشبكة البيانية بتاعتي قسمها الى اربع اجزائي بص كده اهو عمل كده كده فاطلع لي هنا جزء الاول اهو وقادي الجزء التاني التاني وده التالت وده الرابع هنا كلها مجاب هنا السين سالبة والصاد مجاب هنا الاثنين سالب صح لكن هنا السين مجاب والصاد سالبة طبعا انا بقول بسرعة لان انا شرحناها وقلناها وبتاعه هو هنا بيقول لي تقع في الربع الرابع يعني تقع هنا هو النقطة تقع هنا فهو بيقول لي ايه في النقطة بيقول لي سين ناقص اربعة واثنين ناقص سين قلت له عشان تقع في الربع الرابع لازم تبقى سين دي مجاب ومدام سين مجاب دي لازم السن دي اهو تكون اكبر من الاربعة طيب معنى كده ايه انها ممكن تساوي خمسة مثلا ممكن تساوي سبعة ممكن تساوي اي ممكن تساوي خمسة ايه البيانات اللي هم الدهالي بيقول لي هي سبعة ولا خمسة ولا تلاتة ولا اربعة انا قلتلك من شوية انه بيديك قنتين غلط قوي فانا قلتلك ايه دي انا عايز اكون اكبر من اربعة اجا اقول له تساوي اربعة دي انا عايز اكبر من اربعة فدي لا طب عايزها اكبر من الاربعة اخذ التلاتة يبقى دي كمان لا قد الاتنين اللي انا بقول عليهم بيبانوا جدا ان هم غلط يبقى فاضل لي سبعة وخمسة فهقول له لو سين بخمسة يبقى خمسة ناقص اربعة يديني واحد يا السلام سين بواحد يبقى فعلا هنا سين ايه واحد يا سلام عايز صاد بقى تبقى سليب قلت له طي قدامي حل ليه طب لو حطيت هنا سين بسبعة ده ايه فتطلع لي سبعة ناقص اربعة تديني تلاتة يبقى هنا بثلاتة وماله تقع يبقى الاتنين دول صح بس في السين في المسقطة الافق تعاني شوف الرأس بقى لو حطيت سين بسبعة تبقى اتنين ناقص سبعة هتساوي سالب خمس كلام جميل طب لو حطيت اتنين ناقص خمسة هتساوي سالب تلاتة يبقى تقع في الربعة الرابع يبقى انا هختار الاجابة بتاعتي اللي لا تنفع خمسة ولا تنفع تلاتة ولا تنفع اربعة ولا تنفع اتنين يبقى ممكن تساوي اربعة ناقص اربعة يساوي سفر يبقى ده الاجابة بتاعتي تكون خمسة او سبعة هنا بيقول لي لا بنرجع تاني كده بص كده مجموعة قيم للمادة نفس الموضوع اوه بتاعنا لاحش غالين فيه اوه بيقول لي المادة لمجموعة قيم اتناشر وسبعتاشر وتسعة وستاشر وتمنتاشر وتمنتاشر وتلاتة وعشرين وكل القيم دي مبدهلا هو عايز المادة احنا قلنا انا طبعا ان شاء الله نثبتها كده ما نيجي على الديتا هو بيقول لي هنا 12 و 17 و 9 و 16 و 18 و 23 و 5 هو عايز المادة فالمادة الفرق بين اكبر قيمة و اقل قيمة زي ما قلنا دلوقتي وقلنا المادة للمجموعة دي لما شوف اكبر حاجة المادة للمجموعة القيم اللي انا طرحت اصغر حاجة من اكبر حاجة فاطلع لي 18 يبقى دا المادة قال لي طيب احنا برضو زي ما قلنا دلوقتي خمسة النقطة خمسة وهيه ناقص 3 تقع على محور السنات مدام تقع على محور السنات يبقى لازم ساته ساوي سفر يبقى ازن سات ساوي هي بتساوي 3 طب عن دي كانت الاجابة الصحيحة اللي كانت هنا بقى بناتي وابنائي لو انا بتكلم عن مجموعة قيم ومجموعة القيم دي عايزة اجيب لها وسط حسابي ووسيطه من وي يعني مجموعة حاجات كده عايزة اشوفها وسط حسابي وسيط من وي قلت القيمة الاكثر شيوعا هي الوسيط القيمة الاكثر شيوعا هي المنوان والوسيط هو القيمة التي تتواصل المجموعة بعد ترتيبها تصعوديا وتنازليا طيب لو انا عايزة اجيب بقى نقولنا المدى والمعيار الحراف المعياري الحراف المعياري زي ما اتفقنا اصدق شوية من المدى عشان كده انا بدور كده ان شاء الله نفتح هنا بازن الله ونجيب سؤال برضو حلو اهو عن الاحراف المعياري والاحصى بشكل عين تعالوا نشوف كده ادي مجموعة حاجات كده بس انا بناتي وابنائي عايزين نشوف الانحراف المعياري اهو تعالوا نشوف كده يا ولد ادي يقول لي اوجد الانحراف المعياري المفردات بديني مجموعة بيانات تسعة وتمانية وستاشر وسبعة وعشر طبعا البيانات دي انا جبت لها قبل كده المدى وقلت انها اقيمة اكبر قيمة واقل قيمة فكان فيه مشاكل قال لي لا انت بقى تجيب المتوسطات المتوسط بتاعهم وبعدين تاخد المتوسط ده تجيبوا فرق عن تعالوا نشوف كده احسن ونمشي خطوة خطوة المسألة دي مسألة مهمة وخليك معايا عشان ان شاء الله تخشت ليا يقول لي كده من الاحراف المعياري فانا هاخد القيم اللي هم ادهلي واجيب الواسط الحسابي بتاعها وإحنا اتفقنا ان الواسط الحسابي بيسوي ايه تعالوا نشوف كده على الاب بيقول لي مجموعة القيم على عدد هذي القيم طبعا انا عارف انه قيم واحد اثنين ثلاثة اربعة خمس تمام فهاجي اجمعهم كده على بعض وقسمهم على عدد هذي القيم فادم مجموعة بسميها سين شارطة بقى طبعا اللي هو الواسط حسابي بدلا واكتب الكلمة واسط حسابي اديتها رمز السين شارطة هو مجموعة القيم تعالوا نجمع القيم اللي هو مدهال اللي هو مجموعة القيم اللي انا مدهالك على عدد هذي القيم اللي انا هسميها نوم ده وصل حسابي بسيط وما فيش حاجة اوخد نفسنا تاني قال لي طي تعال بقى اشيل مجسين دي او مجموعة سين او سيجما سين على عدد هذي البيانات اللي هي خمس واجمع ببساطة سبعة وثمانية خمستاشر وستاشر واحد تلاتين يبقى كده ربعين وعشرة خمسين على الخمسة اهندين عشر انا بجمع بسرعة اللي هو حساب عقلي فطلع خمسين على خمسة هيساوي عشرة يبقى الوسط حسابي الحمد لله لغاية سنة تانية كده بيساوي عشرة وبعدين هو مش عايز الوسط حسابي هو عايز لانحراف المعياري والطوله طي قادي الوسط حسابي بيساوي عشرة عايزين نجيب لانحراف المعياري انا بقى عملت الجدول بتاعي وقسمته الى جزئين جزء اولاني انا طبعا ممكن كان يدين البيانات دي بيانات مبوابة مش بيانات مفردة واحنا قلنا مبوابة قبل كده طيب بيانات مفردة هي انا حطيت البيانات هي قلت له تعاني شوف انحرافها كده شوية عن وسطها الحسابي يعني انحراف هذه البيانات عن وسطها الحسابي الوسط حسابي كان كام عشرة طب البيانات اللي عندك كان كام قال لي تسعة وتمانية وستاشر وسبعة وعشرة كل واحد اكتب كده هو تسعة ناقص الوسط حسابي تمانية ناقص الوسط حسابي واجيب بعدها عن لص حسابي تمام؟ تعال نشوف فأول حاجة هقوله 9 ناقص 10 8 ناقص 10 16 ناقص 10 7 ناقص 10 فأول حاجة أنا بجيب بعدها عن لص حسابي شوف كده؟ اهو قال لي هنا 9 ناقص 10 يدني سلب 1 8 ناقص 10 يدني سلب 2 16 ناقص 10 يدني 6 7 ناقص 10 يدني 3 10 ناقص 10 يدني 0 طيب ده كان الفروق عن الوصف الحساب اللي انت طلعته فانا لما اديته هذي البيانات قال لي البيانات دي ما هياش بيانات مطلقة يعني البيانات دي ما هياش جبت المتوسط والمتوسط ده مش صادق قوي فروح تعامل اختلاف بينها وبين الوصف الحسابي لما بص كده قال لي هنا 9 وهنا 8 وهنا 16 وهنا 10 وهنا 7 وهنا 16 قال لي بعد كده هتاخد السلب 1 بقى والسلب 2 وال6 والسلب 3 والصفر واعمل لهم ايه بقى مع بعض اعمل لهم مربع عشان اخلص من الاشارات دي كلها فاخدها ربعها وبعد ما ربعها بقى دخلها تحت الجلسة تربعي تاني واخد القيمة المجابة عادي نجمعهم كده ونشوف تعالوا نشوف كده الاول هاخد السلب 1 ربعها تديني 1 اربع السلب 2 تديني 4 اربع الستة تديني 36 اربع السلب 3 تديني 9 اربع السفر تديني 0 يبقى انا جبت المربعات القيمة هي اهو يا سلام 1 4 6 30 9 0 وبعدين قال لي انت عندك اساسا المجموع بتاعهم بيساوي 4 اه طبعا انا اقول كده اربعة وستة وتلاتين كده اربعين واحد وتسعة عشرة فيبقى خمسين اهو شفت ببساطة يبقى تاني انا عايز اجيب دلوقتي الانحراف المعياني قلت له عشان اجيبهم الحراف المعياني محتاج الحتة دي اللي هو مجموع فروق او البعد مربعات الفروق او البعد عن الوسط الحسابي طيب عشان اجيبه ده ادخله بقى تحت الجازر واقسمه على العدد اقدر اطلع الانحراف المعياني فانا جمعت واحد واربعة احنا قلنا اربعة وستة وتلاتين اربعين واحد وتسعة عشرة يبقى بيساوي خمسين خمسين على النون عدد العناصر بتاعتي اللي انا كنت مديهلك واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة اهو وتعالى نكتب القانون القانون بيقول لي ايه بيقول لي سيجما بتساوي الجازر التربيعي لصميشن العلمة دي يعني مجموعة يعني زي كلمة مج لانه بقى لقيها كده في الايال حزب ودي بقى معناها سيجما يعني الحراف المعياني وقادي سين اللي هي القيمة ناقص سين شرطة اللي هي الوسط الحسابي وبعدين بربعه واللي اطلع بقسمه على عدد هذه القيم لانان انا عرفت تعريف للحراف المعياني زي ما قلت هي الجازر التربيعي لمربعات انحرافات القيم عن وسطها الحسابي يا سلام اهو طبعا تاني للحراف المعياني هو ايه هو الجازر التربيعي لموتوسطات انحرافات القيم عن وسطها الحسابي فيبقى سيجما بتساوي خمسين على خمسة يعني بيساوي جازر عشرة ونقدر يبجزل عشرة تقريبا بالآلة الحزبة بيساوي 3 و 162 من 100 أبناء وبناتي خلي بالكو الموضوع بقى معايا مش مش مسألة وانا بحلها لأ انا همسك دلوقتي الحلقة دي مع الحلقة اللي فاتت كده اتعطوهم مع بعض وان شاء الله يجي منهم الامتحان انا لازم همسك القلم ومقرأ اول سؤال طبعا همسك كده اسئلة موضعية هلاقيها كده ان شاء الله وبعينة لقي سؤال مقال اولا لقي جزء موضوعي مع سؤال جزء مقال المهم انا همسك القلم رصاص اللي جاوب تعليق اعلم عليه اوعى ممكن يديك سؤاله فيه اتنين تلاتة مطاليب يعني مطلوب واحد مطلوب اتنين مطلوب تلاتة اللي تجيبه تعلم عليه عشان ما تجيش في الاخر تخرج تكتشف ان انت محلتش احد المطاليب اللي موجودة طبعا اوصيك برسم الدلة الخطية رسم الدلة التربعية طبعا احنا في عجلة خدنا فكرة عامة عن الاسئلة الموضعية ان شاء الله باذن الله بناتي وابنائي هتنتظروني في حلقة مراجعة الهندسة وان شاء الله يبقى بالتوفيق باذن الله ابنائي وبناتي كان لقاء جميل ان شاء الله يكون بالتوفيق ولا لقاء في الترم التاني بناتي وابنائي ابنائي وبناتي كان معكم عادل عبد الموجود فإلى اللقاء وسلام الله عليكم ورحمته